ارتفعت سعر النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شح مخزونات الخام وزايد التدفية ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تشتاح فيه عاصفة شتوية البلاد تجه معدل الصفر إلى الارتفاع في موسم العطلات وزادت العقود الآجلة لخام برانت بـ 44 سنة ما يعادل 0.54% إلى 82.62 سنة دولارا عفوا موسعة مكاسبة بلغت نحو 2.7% من الجلسة السابقة وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بـ 49 سنة أو 0.63% إلى أكثر من 78 دولار ومن المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاشي السفر